الان وصلنا الى اطول قسم بالكتاب وهو القسم التاسي. اطالب فيه المؤلف لان من عدد المؤلف ان يجمع النساء وبعد هذا يرجع بالتفسير. القسم هذا اصطلحنا ان نسميه قسم المناهي اللغري. الفار منها ما هو مني عنه. منها ما هو شرك. والالفاظ الشركية. وبعض الشركيات لماذا? ركز المؤلف هنا على الشرك الاسر. لماذا? المخفر. وبعض الناس يستقل يقول هل الاسرى يؤدي اكبر? نعم. وقلنا لكم امس ان ابن القيم رحمه الله قال الشرك الاسر كيزير بها. يعني ابن القيم رحمه الله يرى كثير بها شيء اكبر. الصغار عندنا درجات المحرمات اربعة. اربع درجات عندنا المحرمات. صغائر واعلى من الصغائر كبائر واعلى من كبائر الشركة الاسرر واعلى من الشركة الاسرر الشركة الاكبر. فالصغائر تأتي الكبائر. الكبائر تأتي الاسرر. اسرر غدنا اكبر. اذا ذكر المؤلف في هذا القسم المناهي اللغضية والتفاضة الشركية وبعض الشيخيات وركز المؤلف في هذا القسم على الشركة الاصغر لانه غبي وركز على كفر النعمة. ركز على كفر النعمة. لماذا? لان الله سبحانه وتعالى قال وقيلوا من عبادي الشفور. قال الشيخ الاسلام والتيني رحمه الله. وهذا كبير في الكتاب والسنة. يدم سبحانه. من يضيف انعامه الى غير ويزنك فيه. هذا كبير غير. في الكتاب السنة. محمد بن عدلها جعلها متهيرا اي? في كتاب التوحيد. كبرى النعمة. لان ليس الاشتاء في حال الضراء. لانه الغالب في حال الضراء يخلص لله سبحانه وتعالى. الكفار ما اتقانوا حال الضراء. يخلصوا. الاشتاء كل الاشتاء في حال سراحة للنعمة. مفوض? اي نعمة? فانتبئ. لان النعمة افتلاق وتحتاج الى تعلق قبل ان تكتب ان لا جلائل. لا حكام لا مرسانة ولو. ان الذين تعملون من دون الاهلين لكون لكم بيسر. تبتغوا عند الله بيسر وعبدوا واشكروا له. وتوكل على الحين لله. وبعدها تشكر النعمة بالقلب واللسان والجوال. الى هذا القسم باختصار. نعم.